بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد فحياكم الله وبياكم الحضور الأكارم والمشاهدين الأفاضل في هذه الندوة التي يعقدها القسم السياسي في هيئة علماء المسلمين في العراق للإعلان عن التقرير الدوري الذي يعده القسم عن الحالة السياسية وبعض القضايا المهمة في العراق وتقريرنا اليوم يتضمن أربعة محاول رئيسة المحور الأول عن المشهد السياسي في العراق والمحور الثاني سيتناول الملف الأمني والمحور الثالث عن ملف حقوق الإنسان وفيه خمس قضايا والمحور الرابع عن الفساد وفيه ثلاث قضايا تأتي هذه الندوة في توقيت مأساوي يعاني فيه المواطن العراقي كل أنواع صعوبات الحياة اليومية وغلاء المعيشة وغرق المدن فضلا عن نهب ثرواته وانتهاك حقوقه ومن هذا المنطلق في تبيين الحقائق وتسليط الضوء على ما يجري لأبناء شعبنا يتفضل مقرر القسم السياسي في الهيئة الدكتور ثامر العلواني ليبين لنا تفاصيل هذا التقرير فليتفضل مشكورا بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه وبعد شكرا لشيخ حامد على فسح المجال وكما تفضل فإن التقرير الدوري تضمن أربعة محاور كما ذكرها وهذه المحاور الرئيسة يتضمنها عدة فقرات ومثل ما هو المعتاد فإن المحور الأول متعلق بالمشهد السياسي لأنه أساس المشكلة في العراق وبيت استمرار الخراب للعراقيين سأتناول التقرير بشكل مختصر وسيكون التقرير منشورا بجملته على موقع الرسمي لهيئة علماء المسلمين وكما تعلمون فقد بدأ رئيس الحكومة بعد توليه رئاسة الحكومة محمد شاع السوداني بالتحرك السياسي وزيارة بعض الدول المجاورة وعقد مؤتمرات ظاهرها كبير ولكن الحقيقة هذه الزيارات والمؤتمرات هي شكلية ويمكن أن نطلق عليها صفة اللغو أو اللغط الدبلوماسي لأنه جاء للتغطية على فشل نظام المحاصص والطائفية المستمر في العراق لأن العراقيين ومن لديه بصير يعلم أن المتحكم بالمشهد والساحة العراقية السياسية والاقتصادية وحتى الأمنية واللاعب الرئيسي في العراق هما أمريكا وإيران وكلاهما يستخدمان العراق ورقة للمساومات والمكافآت واسترضاءات وتهديد لكل الدول في المنطقة بمعنى أن العراق في نظامه الحالي ونظامه السياسي المستمر هو أداة بيد الأعداء يحركونه لتحقيق مصالحهم أما الهدف من البهرجة سواء الزيارات أو المؤتمرات فهو لمحاولة تمرير أكذوبة وجود دولة عراقية وإضفاء الشرعية على استلاب هذه الدولة لأن حقيقة الأمر أن العراق الآن هو شركة مساهمة لدول عدوة للعراق ولذلك دائما ما نؤكد في الهيئة بأن أمريكا وإيران جاء بمشروع تدمير العراق وكل ما يجري الآن هو ليس سوء تدبير من أمريكا أو سوء تخطيط من الولايات المتحدة الأمريكية وإنما هي منهجية لتغييب الدولة العراقية وفسح المجال أمام التغول الإيراني في العراق ولذلك تضغط أمريكا على بعض الدول للاعتراف بالعملية السياسية وتبحث عن وسائل إبقائها حية معبرة عن الديمقراطية الكاذبة الزائفة التي تفرضها أمريكا على العراق وهذه الديمقراطية هي فقط لتمرير المصالح الأمريكية في العراق والمنطقة ولذلك فإن زيارة السوداني لبعض الدول العربية كانت شكلية لعدم ترتب آثار معتبرة عليها بالنسبة إلى زيارته لإيران التي نتج عنها عدة أمور ومن أهمها فتح مكتب تمثيل في بغداد تابع لوزارة النفط الإيرانية وهي سابقة غير موجودة ضمن سياقات العلاقات الدولية وأيضا تسليم 2 مليار دولار لإيران يضاف إلى ذلك تصريحات السوداني التي في مجملها جاءت من طهران تشير إلى وجود تباعية مطلقة من العراق لإيران وأيضا تأتي هذه الزيارة في إطار التوافقات بين واشنطن وطهران في إدارة العملية السياسية مرحليا القائمة على التخادم بين الطرفين لأنهما يمثلان احتلالا مزدوجا تتفاوت مساحة نفوذ كل منهما بين حين وآخر بحسب مقتضيات الحال وتطورات الصراع على مستوى المنطقة والعالم وبذلك يمكن أن تتضح الصورة أكثر لمن يسأل لماذا تم تسليم رئاسة السلطة للإطار التنسيقي وتحديدا إلى حزب الدعوة هذا يعني أن المرحلة القادمة هي إيرانية خالصة ولذلك نتوقع تغولا إيرانيا أكثر مما هو عليه الآن وسنرى أن إيران ستتعامل مع العراق على أنه ولاية إيرانية ولكن يعاملون أبناء العراق على أنهم درجة عاشرة لأنهم ليسوا من العنصر الإيراني وأمريكا تتعامل وإيران مع العراق وثرواته على أنه بقر حلوب لهاتين الدولتين ولذلك نؤكد على أن الزيارات لغير إيران هي شكلية وإلا كيف يمكن تفسير أن تشكوا هذه الدول من انتشار الميليشيات الإيرانية على حدودها سواء في العراق أو سوريا أو اليمن أو لبنان وتهديدها أمنيا واقتصاديا وإرهابيا بل وأصبحت هذه الدول مرتعا لترويج المخدرات ولا تستطيع هذه الدول أن تتخذ موقفا حاسما حازما من الممارسات الإرهابية الميليشيوية القادمة من العراق علما أن الجميع يعرف جيدا أن النظام في العراق تسيطر عليه ميليشيات موالي لإيران وفي الوقت نفسه دول مجاورة للعراق تشكوا من إيران وتدخلها السافر في دول المنطقة ثانيا السوداني بدأ مبكرا بمرحلة الاستبعاد السياسي لبعض منافسيه لصالح دولة الميليشيات بقيادة حزب الدعوة وتحميل كل ما يجري من جرائم وانتهاكات وسرقات للحكومات السابقة وبطبيعة الحالة الشعب العراقي هو الخاسر الوحيد لأن الصراع بين التيار الصدري والإطار التنسيقي مثلا هو صراع مكاسب ونفوذ بسبب تباين اختلاف حجم المكاسب المتحققة التي يراد كل طرف أن يحققها على حساب الطرف الآخر من خلال لعبة العملية السياسية والانتخابات ولذلك رضخ الصدر في سبيل الحفاظ على مكاسب تياره وانطلق الإطار التنسيقي لتدشين مرحلة فوضى جديدة امتازت هذه المرة بانتقال المشهد السياسي العراقي من وضوح وقوة البصمة الإيرانية إلى الحضور الإيراني الفعلي في التحكم والسيطرة على العراق وقد سبق لهيئة علماء المسلمين أن أكدت أكثر من مناسبة على أن هذا النوع من الصراعات محدد بسقف مفروض على القوى المتخاصمة ولا يمكن تجاوزه وأما تصفية أتباعة الكاظمي ومزاعم الركض وراء الفاسدين ومحاربة الفساد والمتورطين بالسرقات فهي في الحقيقة إجراءات للتغطي على فضائح أكثر شرا وأكبر ضررا على العراقيين والدليل على ذلك ما حدث فيما سمي بسرقة القرن المتورطون فيها تركوا دون عقاب بل وأجريت معهم تسويات والأخبار المؤكدة وتصريحات السوداني كلها تشير إلى غلق ملف ما سمي بسرقة القرن على مبدأ كل واحد يموت باللي عنده وهو أمر يشير إلى أننا في دولة عصابات أما مؤتمر بغداد الذي انعقد في عمان فهو بالنتيجة دليل على أنه حتى الدول الداعمة للعملية السياسية في العراق لا تثق بحكومة بغداد ومقتنع تماما بأن الأوضاع في العراق منفلتة والحكومة ليست لديها القدرة على السيطرة على الملف الأمني أما المؤتمر نفسه فهو الثاني في هذا الإطار ولن يأتي بجديد بل تم الاتفاق على عقد مؤتمر ثالث في السنة القادمة ولم يحدد له وقت وبقي مفتوح وهذا يدل على فشله وعدم جدية المشاركين فيه وهو لا يتجاوز أن يكون بهرجة إعلامية وهذه كلها تشير إلى أن الأوضاع في العراق هي أوضاع شاذة استثنائية لا بد أن تنتهي أما المحور الثاني في تقريرنا فهو تناول الملف الأمني ولا يخفى على أحد بأن الملف الأمني في العراق والأمن والأمان كله مفقود فلا يمن أحد على نفسه في العراق ولذلك حتى مؤتمر بغداد عقد في الأردن ولم يعقد في بغداد ولكن القضية الأبرز في هذا الملف الذي تناولها التقرير هو قضية قصف إيران لمناطق عراقية في كردستان ثم تهديد الإيران الصريح باشتياح عسكري لشمال العراق فضلا عن وجود ميليشيات حزب العمال الكردستاني في سنجار وسيطرته على القضاء واحتلاله هذه كلها تدل على أن الحديث عن السيادة العراقية من بعد 2003 من الأمور التي تدعو إلى السخرية والعراقيون جميعا يعلمون أنه لا وجود لشيء اسمه سيادة في ظل العملية السياسية الحالية ولذلك أحجمت السلطات الحكومية عن التحرك الجاد لإدانة إيران على قصفها وعدوانها للعراق بل أن تصريحات السوداني في طهران كانت مخزية وصريحة عندما خضع للإيرادة الإيرانية وصرح بأحقية إيران بقصفها العراق بل وأدان العراقيين لأنهم غضبوا واستنكروا العدوان الإيراني السافر هذه التصرفات تدل بشكل واضح على تبعية السلطات في العراق وحكومة السوداني للسطوة الإيرانية ومن هنا يمكن أن نفهم الصمت الحكومي عن إدانة الانتهاكات الإيرانية وعدوانها المستمر السافر على الأراضي العراقية أما تهديد إيران بالاشتياح العسكري فهو لا يعد شيئا بالنسبة إلى التغول الإيراني أمنيا وعسكريا ومخابراتيا وعلى كل الأصعدة في العراق منذ 2014 وإلى يومنا هذا والحرس الثوري الإيراني وميليشياته المسلحة في العراق تسيطر على العراق كله ولذلك الشعب العراقي دائما ما يؤكد أن العراق محتل ليس فقط من أمريكا وإنما من إيران أيضا ولذلك فإن حقيقة الأمر والتهديد بالاشتياح هو لممارسة الضغوط على الأحزاب الكردية في أربيل بسبب تصاعد حدة الخلاف بين أحزاب العملية السياسية بشأن ملفات سياسية وأخرى تتعلق بالموازنة والاتحادية وبمبيعات النفط التي تشكل العامود الفقري في هذه المشاكل والخلافات وأيضا محاولة للتغلغ الميليشياوي في أربيل ودهوب كما طلب بذلك خامنعي عندما التقى بالسودان في طهران وإلا فإن الميليشيات الموالي لإيران تمارس قصف أربيل منذ وقت طويل فما جرى إذن هو تطور في مرحلة التصعيد الذي يشنه الحرس الثوري الإيراني في تحقيق أهدافه في العراق أما المحور الثالث من تقريرنا فهو عن حقوق الإنسان وملف حقوق الإنسان في العراق كما تعلمون يشهد انتهاكات كبيرة وجسيمة ومؤلمة وتتعقد هذه الانتهاكات يوما بعد آخر ولا بوادر هناك في الأفق لحلها أو إيقاف مسلسل الانتهاكات المستمر والحقيقة أن هذا الملف هو ملف كبير ولا يمكن لهذا التقرير أن يسعه وقسم حقوق الإنسان في هيئة علماء المسلمين كان جديرا به وقد أوفى بكثير من التقارير بمجال حقوق الإنسان بالتوثيق في حالات كثيرة وثقها بجرائم وانتهاكات مستمرة وأثبتها على القوات الأمنية وعلى ميليشيات الحشد ولكن سنتناول بعض الأمور المهمة في هذا الملف لأنها خطيرة وتحتاج إلى علاجات أو حلول عاجلة أولها ما يتعلق بالنازحين النازحين تم تهجيرهم قصرا منذ سنوات الحكومة الآن تريد ترحيلهم قصريا من مخيماتهم التي هي أصلا غير صالحة للعيش وفي الوقت نفسه الميليشيات تغتصب أرضهم وامتلكاتهم وبيوتهم ولا تسمح لهم بالعودة إلى أراضيهم ومدنهم فمعاناتهم تزداد أكثر في فصل الشتاء ونحن نتكلم عن نحو مليون ونصف نازح هذا حالهم وهذه معاناتهم في ظل غياب تام لمساعدات الإنسانية والإغاثية بسبب الإعاقات الحكومية لعمل المنظمات والجمعيات الخيرية وبسبب فساد وزارة الهجرة في حكومة بغداد التي ساهمت بزيادة معانات النازحين وسرقت ما يجب أن يصل إليهم ثانيا إقرار منظمات دولية ومنها هيومان رايس ووتش وكشفها عن الانتهاكات المستمرة بحق العراقيين وسياسة الإفلات من العقاب التي تنتهجها حكومات ما بعد 2003 فقد صرحت بأن هناك إهمال للقانون في العراق وعدم محاسبة قتلة المتظاهرين وأن الوعود الحكومية بمحاسبة ومحاكمة عناصر الأمن والميليشيات المدعومة حكوميا والمتورطة بقتل وإخفاء مئات المتظاهرين منذ 2019 كلها كاذبة والتقرير يقر ضمنا بأن القوات الأمنية والميليشيات هي المسؤولة عن التغييب والقتل ولكن لا يوجد حساب ولا عقاب وهذه الحقيقة تدل على حالة الاستهتار بدماء العراقيين ولسيما أن عمليات القتل والإبادة الجماعية موثقة والقتل والمجرمون معروفون ومعلومون ثالثا المغيبون والمغدورون ممن اختطفتهم الميليشيات قبل ما يزيد عن سبع سنوات ظهر رئيس مجلس النواب الحالي متحدثا بشأنهم بأنهم أشار إلى أنهم قتلوا جميعا واكتفى بذلك مشيرا إلى أن الملف من جانب الحكومة قد أغلق على ذلك فلا جثث للمغيبين ولا حساب ولا عقاب للمجرمين بل بالعكس هناك تكريم للمجرمين الذين ارتكبوا جرائم حرب بهذا الإطار ولا حتى مواساة لذوي المغيبين وحقيقة هذه المأساة وحدها هي كافية لإسقاط دول ولكن في العراق تمر مرور الكرام وبصمت مطبق ولكن هذه الاعترافات تؤكد أن من يتحمل مسؤولية الانتهاكات والجرائم التي ارتكبتها الميليشيات الطائفية بحق آلاف الشباب والرجال في محافظات الأنبار وصلاح الدين وديالة وبغداد وغيرها هي الحكومات والأحزاب السياسية وكل من شارك وساهم في دعم ما يسمى الحشد الشعبي بأي وسيلة كانت من أجل مصالحهم الشخصية رابعا استمرار الانتهاكات الحكومية لحقوق الفلسطينيين في العراق والتي كان آخرها إصدار قرار يقضي بمنع الفلسطينيين المقيمين في العراق من العودة في حال تجاوزت إقامتهم خارج العراق أكثر من شهر وهو ما يعني تهجيرا قسريا بدوافع طائفية وعرقية ومارسات وإجراءات تعسفية بحق الفلسطينيين وهذا دليل واضح على بطلان مزاعم نصرة القضية الفلسطينية والدعاءات العداء للكيان الصهيوني من قبل الحكومات في العراق ومن ورائهم طهران خامسا عادت في الأسابيع القليلة الماضية ظاهرة استهداف المساجد والاعتداء عليها وحرقها ولا سيما في محافظة ديالة على أيدي الميليشيات الولائية التي من فكت تعبثوا بأمن المحافظة وتستهدف قراها بالقتل والتهجير وفق منهجية طائفية مخطط لها ومعدلها مسبقا ولكن للأسف ما يجري في ديالة من انتهاكات لا يتناوله الإعلام لأن إيران مستمرة في إفراغ المحافظة من أهلها وهي تريد ذلك لفسح المجال الميليشيات والتشكيلات الإيرانية في تثبيت دعائم التغيير الديمغرافي في محافظة ديالة وقد كان الهيئة محاولات عديدة لكشف ما يجري من انتهاكات وجرائم ممنهجة في محافظة ديالة عسى أن تساهم في رفع الظلم وتخفيف الجرائم التي تقع على أهلها المحور الرابع والأخير في تقريرنا وهو عن ملف الفساد في العراق وكما تعلمون ملف الفساد في العراق متجذر ومتفشي ولا يمكن حصره في جهة معينة بل هو في كل مفاصل الدولة يتغلغل صغيرها وكبيرها ومن هذه القضايا اخترنا بعض قضايا الفساد أولها ما عرف بسرقة القرن هذه شابهة أيضا فساد مع أنها جريمة شابهة فساد أيضا سارعت حكومة بغداد للإفراج عن أبرز المتهمين بهذه السرقة عن طريق تسوية وصفقة جرت بين رئيس الحكومة والسراق ورضوخ القضاء والقانون للسلطة السياسية والميليشيوية والأمر الذي يدعو للسخرية ويشير إلى اشتراك الجميع في هذه الجريمة هو تصريح القضاء عندما قال بأن عملية إطلاق صراح السارق هي عملية قانونية ولا توجد مادة قانونية تمنع إطلاق صراح المجرم هذه الجريمة هي مؤشر خطير على مستوى الفساد المالي والإداري في العراق الذي بات هو السمة الأبرز والرئيس للنظام القائم في العراق وإلا فإن هذه السرقة نتيجة متوقعة لمخرجات جريمة القرن المتمثلة باحتلال العراق وتدميره وسرقة ثرواته وخيراته طبعا النتيجة باختصار هو تم استرداد ما يقارب من 400 مليون دولار وضياع أكثر من 2.5 مليار وكان متوقع منذ الوهلة الأولى غلق هذه القضية وتصريح السودان الأخير قبل أيام أن هذا الملف شائك ومعقد وفيه إشارة واضحة إلى أن الملف قد أغلق ثانيا ملف المخدرات تصريحات مسؤولين كثر في السلطات الحكومية في العراق ومنها وزارة الصحة تؤكد على أن العراق بات ميدانا لترويج واستهلاك المخدرات وقد أكدت منظمات وجهات مختصة وجود أرقام مفزعة لتعاطي المخدرات في العراق بل أن ترويج المخدرات أصبح في المدارس والجامعات بشكل ملحوظ ومن خطورة هذه الآفة وحجمها الكبير إلا أننا نجد أن الحكومة لا تحرك ساكنا للوقوف أمام هذه الظاهرة الخطيرة والسبب بسيط لأن التوافقات والهيمنة الإيرانية على الاقتصاد العراقي تستلزم استخدام العراقيين كمكب لبضائع إيران وآفاتها المجتمعية الخطيرة بمعنى أن إيران تريد أن تنشر المخدرات في العراق وأن يتعاطى العراقيون هذا السم وحكومات الاحتلال وميليشيات السلطة واجبها تسهيل هذا الأمر وتنفيذه ولعلها مناسبة جيدة لدعوة دول المنطقة التي تتعاطى مع حكومة بغداد الموالي لإيران إلى الحذر مما يهدد أمنها ومجتمعاتها فملف المخدرات لن يتوقف عند حدود العراق ولعل محاولة إدخال أكثر من طن إلى الأردن قبل أيام هي تأتي في هذه الإطار وهي إشارة واضحة على خطورة الأمور وتطورها في العراق وتأثيرها على المنطقة ثالثا من آثار الفساد المستشري في العراق هو ما نراه كل عام من غرق شوارع وأحيائي ومدني وبيوت العراق جميعا مع أول زخة مطر تأتي وتصب على العراق والسبب في ذلك هو انهيار البنية التحتية وعدم العمل على صيانتها وإدامتها بسبب عمليات الفساد المصاحبة لكل مشاريع الإعمار في العراق منذ 2003 وإلى يومنا هذا والمسؤول عنها كما هو معلوم حكومات بغداد المتعاقبة وأحزابها السياسية فهما السبب الأبرز في معاناة العراقيين على مستوى الخدمات خاصة وعلى كل الواقع العراقي المأساوي وبالنظر إلى ما تشهده مدن العراق من خراب بكل معنى الكلمة فإن التساؤلات كثيرة ولا يمل العراقيون من طرحها رغم أنهم يعرفون إجاباتها مسبقا أين تذهب أموال النفط ومبيعات البنق المركزي وواردات المنافذ الحدودية إذا لم يكن لها أثر على الواقع الخدمي في العراق هذا ملخص لما جاء في التقرير الدوري للقسم السياسي في هيئة علماء المسلمين وختاما نسأل الله أن يغير حال العراقيين ووقعهم المأساوي لأحسن حال وإلا فهذا غيظ من فيض والمعاناة أكبر وأوسع وأعمق من ذلك بكثير ولن يتوقف سوء والتدهور الأوضاع في العراق في ظل النظام السياسي القائم في العراق شكرا لكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته شكرا للدكتور ثامر العلواني على هذا الشرح والتوضيح الوافي الذي صلت فيه الضوء على معاناة العراقيين وانتهاك حقوقهم في وقت أصبح فيه المواطن يحاسب في المحاكم على إبداء رأيه فيما يجري له لا يحاسب في المقابل من يسرق قوت يومه وينتهك حقوقه ويدمر بلده في ختام ندوتنا لا يسعنا إلا أن نشكر حضوركم وحسن استماعكم وإلى لقاءات أخرى السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اشتركوا في القناة